لكل طريقين هناك دليل يقول ناظرت في هذا الشاب وقلت له أمك وبروالديك أهم من الدراسة وأهم من التعليم الله يرزق ببروالديك يقول أعطيته ورقة دخل الفصلة أخذ كتبه وخرج يقول مدرستنا على شارع عام على طريق سريع يقول أخرج سيارته من مواقف المدرسة على الشارع العام تيجي سيارة ثانية تصدم هذا الشاب يخرج مضجج في دماء حالته حرجة يقول كتبه منثرة بجواره عن يمينه وعن شماله جو المسعفين وإذا هذا طالب في الثانوية التي بجوار هذا الحادث يقول جاني بعض المسعفين على المدرسة دخلوا علي الإدارة قالوا أحد طلابك صار علي حادث يقول المدير أبو علي أخذت بعض مدرسين الانتظار وخرجت علشان أشوف هذا الطالب من هو يقول جيت أنا آذر هذا الطالب إلا والله عرفت الطالب قبل دقائق كان عندي في الإدارة قبل دقائق كان يقول أمي وموعد مستشفى وأبو يمسافر خارج الدينة يا الله الآن هذا حالة يقول المدير أناظر دماء كسور من كل مكان جراح يقول أناظر في هذا الشاب وإذا هذا الشاب يعالج سكرات الموت والله العظيم قسمات قسماته تدل على أن خلاص سيفارق الدنيا يقول المدير نزلت حطيت يدي على صدرة بدأت نادي باسمه أقول له فلان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلاما من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة افلان قل لا إله إلا الله انطق بهذه الكلمات والجزاء الجنة تكفي الغالي قل لا إله إلا الله يقول المدير قعد أقول له هذه الكلمات يقول شويل لهذا الشاب يفتح عيونه ويناظرني ويناظر المسعفين والله إني تمنيت أن لسانه انقطع في الحادث وما تكلم يقول المدير والله إني تمنيت أنه مات قبل ما أخرج من الإدارة يقول المدير أناظر في هذا الشاب اللي عمره 17 سنة في ثانية ثانوي يناظر يمين وشمال سكرات الموت في كل جزء من أجزاء جسده يناظر فيه ويقول والله والله اللي ستة شهور ما سجدت لله سجده والله اللي ستة شهور ما سجدت لله سجده وفارق الدنيا على هذه الكلمات وعلى هذه التمتمات هذه كلمات المدير وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ستة شهور ما سجد لله سجده اش قدم على صلاته اش قدم على عبادته وطاعته أدري يا أخي القالي أختي المباركة صلاة الفجر اليوم فيها مشقة علينا خمسة لربع تقوم تصلي وتروح لمدرسة لك ولا دوامك الساعة ستة ونص فيه وقت والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت عشان يعذبنا ولا علشان يشقينا ولا علشان يتعبنا والله ما جعل الله صلاة العصر في هذا الوقت عشان ننهزم للمخدة والفراش والنام على صلاة العصر ولا نقوم إلا مع المغرب لا والله أخي الغالي أختي المباركة والله ما جعل الله صلاة الفجر في هذا الوقت إلا ليختبر الله حبه في قلوبنا إلا ليختبر الله اتباعي واتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حب الله والله إنه يقوم ويضحي ويا الله والله إنك أعظم في حياتي مما خد وفراش تهزمني كل يوم عن صفوف المصلين في صلاة الفجر والله يا الله إنك أعظم في حياتي من مباراة أو مسلسلات أو قنوات والله يا الله ما أتأخر عن ركب المصلين هذه الأقسام الثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة